شكراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لما أحلم دواعي سعادتي البارقة أن أتواجد اليوم في قاهرة المعز وأود أن أشكر فخامتكم على حفاوة الاستقبال التي حظينا بها منذ أن وطأت أقدامنا أرض الكنانة وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة المعهودة عن بلدكم العزيز وشعبكم الكريم أخي فخامة الرئيس إن تواجد اليوم هنا وسط أشقائي في مصر بعد شهور من زيارتكم التاريخية لبلدكم الثاني جيبوتي يعكس ما يجمع بين بلدين الشقيقين من روابط آخوية متبنية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة كما يتدرج في إطار الحرس المشترك والإرادة السياسية القوية المتبادلة للارتقاء بأوجه التحاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب وأشمل فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترح لقد أجريت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات بناء ومثمر حيث تناولنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستوية الكافة كما تبادلنا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك قد اتفقنا على أهمية الانطلاق بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة من خلال تطوير أطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الأولوية وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية والسياحية والأمنية والتغافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين الشقيقين وعلى الصعيد الإقليمي أكدنا على أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميتين والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والتحقيق التكامل ولا يفوتني في سياق الدور القيادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة أن أجدد التبركات لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم والذي يعكس التقدير العالمي لجهودها في الحفاظ على البيئة ودورها في مواجهة آثار التغير المناخي محليا وعالميا ونؤكد ثقتنا التامة بقدور مصر وحنكة قيادتها الكريمة لإنجاح القمة المنتظرة أخي فخامة الرئيس أود في الختام أن اقتنم هذه المناسبة العزيزة ليعبر مجددا عن سروري بتواجدي هنا اليوم وسط الأشقاء بأرض الكنانة وليجدد في الوقت ذات شكره شكري على الحفاوة البالغة التي لقيتها من لدن فخامتكم متطلعا إلى المزيد من التعاون الوثيق بين البلدين في الفترة المقبلة بما يلبي تطلعات شعبين الشقيقين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله